بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو للسنة الرابعة متوسط الهندسة الفضائية والدوال لبيام 2009 أنصح أبنائي وأبناء الأعزاء أن أولا تحضروا كراس وقلم ومتابعة الفيديو نقطة بنقطة إذن لننطلق على بركة الله قال تم بناء خزان للماء على شكل أسطوانة دورانية نصف قطر قاعدتها خمسة متر وارتفاعها كم أربعة متر لاحظوا ها هو الشكل أمامكم يا أبنائي وانظروا بأم أعينيكم ها هي الأسطوان حيث هذه الأسطوانة يا أبنائي قال ماذا؟ قال قطر قاعدتها ها هي القاعدة أمامكم إذا قلنا هنا نصف قطرها كم من هنا إلى هنا قال خمسة متر انظروا جيدا وارتفاعها آش ها هو الارتفاع أمامكم يا أبنائي آش كم خمسة أربعة متر هذا هو الأمر الأول علينا أن نعرفه وبما أن هذه لو تدقق هنا معي أن هذه القاعدة عبارة عن قرص لاحظوا جيدا ها هي أمامكم انظروا جيدا كما أشير كما كذلك هذه الجهة تشبهها لأنها أسطوانة هذا الأمر الأول نأتي الآن يا أبنائي إلى الشكل الثاني لاحظوا هذا الخزان لماذا بنيا؟ بنيا لهدف معين بنيا لتزويد مسبح على شكل متوازي مستطيلات بعد قاعدته عشرون متر وماذا؟ يعني طول القاعدة وماذا؟ وعرضها ستة متر وارتفاعه اثنان متر ها هو هنا أمامكم في الشكل انظروا جيدا انظروا إذن كم قال؟ قال أنه مساحة أو القاعدة طولها عشرون ها هنا عشرون متر وعرضها ستة متر وارتفاعها اللي هو آش فتحة هو اثنان متر وهذا هو متوازي المستطيلات الآن يعني هدف بناء الخزان هو ملء هذا المسبح ركزوا معي هنا أبنائي قال أحسب سعة كل من الخزان والمسبح وعطيت لنا قيمة تلبي هنا ثلاثة فاصل أربعة عشر إذن أولا نقول سعة إذن حساب تابعوا جيدا حساب سعة يعني سعة هو الحجم إذن حساب سعة ماذا؟ سعة الخزان والخزان نحن نعلم يا أبنائي على شكل ماذا؟ على شكل أسطوانا يعني هنا الأسطوانا تابعوا إذن ماذا نقول إذا سمينا يا أبنائي هذا الحجم سميناه V1 إذن نكتب هنا V1 يسأل لنا ماذا؟ بما أن هذه عبارة عن أسطوانا والأسطوانا تقول قاعدة مساحة القاعدة هي مساحة هذا القرص ليس الدائرة لأن الدائرة لا يوجد لها مساح إنما يوجد لها محيط تابعوا في ماذا؟ في الارتفاع لهذا الارتفاع كما أشير هنا في الشكل فتصبح لنا ماذا تساوي لنا يا أبنائي؟ فتصبح تساوي لنا P في R مربع لهذه مساحة القاعدة ها هي القاعدة كما أقوم هنا بالتلوين أمامكم في ماذا يا أبنائي؟ في الارتفاع الذي اسمه أش فتصبح لنا ماذا؟ فتصبح لنا V1 يساوي يصبح لنا P لهو 3.14 يمكن أن نعوذها بـ 3.14 ها هي أمامكم 3.14 في R ها هو أمامكم لهو كم؟ 5 لكن مربع لأن R مربع في ماذا؟ في الارتفاع ما هو الارتفاع أبنائي؟ 4 فتصبح لنا لاحظوا جيدا تساوي لنا كم النتيجة؟ إذن نقول هنا V1 يساوي لنا ماذا يا أبنائي؟ يساوي لنا 376.8 لكن لا ننسى الوحدة أننا نحن في ثلاثية الأبعاد يعني متر مكعب الآن أبنائي إذن بعدما أكملنا معا وقلت لهم الوحدة يجب أن تكون متر مكعب لأنه هو حجوم نأتي الآن إلى حساب سعة ماذا؟ سعة المسبح لاحظوا الجيدين نكتوب نكتوب حساب سعة المسبح لكن نحن نعلم أن المسبح ما هو يا أبنائي؟ إنه متوازي المستقلات ومتوازي المستقلات له قانونه كذلك الخاص ماذا تقول القاعدة؟ تقول V2 يساوي لو نأتي الآن إلى الشكل إلا أنظروا بأم يعنيكم تسألون مساحة القاعدة أين هي القاعدة؟ ها هي القاعدة التي أشير إليها هنا ها هي أو سوف أقوم بتحويقها هنا أمامكم ها هي القاعدة اللي هي عبارة عن مستطيل ها هي القاعدة إذن ما هي مساحة القاعدة؟ مساحة القاعدة هي أن نقول ماذا؟ نقول A في B في ماذا؟ في الارتفاع ها هو يا أبنائي الارتفاع انظروا جيدا سوف أوليكم يعني الحجم يعني تلاثي الأبات طول في عرض في ارتفاع والارتفاع ما هو يا أبنائي هنا عندنا فيه نسميه آش فتحة فننطلق هنا بعملية التعويض فقط بقيت لنا الأمور التعويضية عندنا الأمور تصبح لنا V2 يساوي الأ نملكه هو 20 في البي ها هو أمامكم في 6 في الارتفاع وهو 2 فتصبح لنا V2 إذن ماذا ينتج لنا يا أبنائي؟ يساوي تساوي لنا إذن تعطي لنا مئتان إذن نكتب هنا مئتان وأربعون ماذا؟ متر مكعب إذن نسميه هنا متر مكعب هذا هو حجم هذه الشكانة الهندسية وهو المسبح بهذه البساطة المطلقة الآن أبنائي بعدما أكملنا مع هذا السؤال نأتي إلى السؤال الآخر الثاني قال إذا علمت أن الخزان مملوء تماما انظروا جيدا ها هو الخزان لهو ها هو أبنائي مملوء يعني ليس هنا إنما هنا مملوء يعني كل حجم الذي حسبناه يملأه مملوء تماما والمسبح فارغ تماما انظروا هو أسبح ابناء ذلك فارغ يعني لا يوجد فيه شيء لا يوجد فيه مستوى مرفوع من المياه هذا الأمر الأول لاحظوا جيدا هنا وتابعوا معي عندنا فنقوم بجلب النص هنا أمامنا حتى لما نشرح ويكون واضح هكذا تابعوا قال عندنا في المسبح تماما وتدفق الماء في المسبح هو 12 متر مكعب في الساعة لاحظوا أي 12 متر مكعب في الساعة السؤال أحسب كمية الماء المتدفقة في المسبح إذا نقول أولا حساب لاحظوا حساب كمية الماء المتدفقة في المسبح لاحظوا جيدا نحن عندنا لاحظوا هنا ظاهرة سوف تلاحظنا هنا بأم يعنيكم إذا كان الماء بدأ بالنزول كما أشير هنا الآن أبناء بدأ بالنزول نظروا مع هذا الأنبوب وبدأ ينزل هنا ماذا يحدث لمستوى الخزان أن الخزان ينطلق في عملية النقصان هكذا أما الماء في المسبح سوف ينطلق بعملية زيادة كما أشير هنا وبدأ هذا ينزل وهذا يسعد كما أشير والماء يبقى كذلك من هنا وينزل يا أبنائي كما أشير هكذا الآن قال هو خلال ثلاث ساعات كم يبقى لنا حساب كمية الماء المتدفقة يعني التي تصبح موجودة هنا في المسبح هذا المسبح هنا خلال ثلاث ساعات وأنا هنا الآن أشير أمامكم السؤال الأول وكم بقيت لنا في كما أشير يا أبنائي في هذا الخزان نتابع جيدا هنا ماذا تقول القاعدة تقول أن نستعمل القاعدة الثلاثية عندنا أولا إذا كان لاحظوا نحن قلنا إذا نتابع إذا نقلنا إثنى عشر كمية هنا إثنى عشر متر مكعب في الساعة نستعمل القاعدة الثلاثية لاحظوا نحن نقول إثنى عشر متر مكعب في يقابلها واحد ساعة ونأتي هنا ونقول لاحظوا كم إذا قلنا هنا إكس كم يقابل خلال ثلاث ساعات وتعلمون هذه القاعدة ماذا تقول يا أبنائي تقول لنا أنه يصبح هكذا إكس يساوي إذن ماذا تصبح تصبح لكم هذا في هذا على ماذا على هذا إذن تصبح لنا تساوي إثنى عشر في ثلاثة على واحد وتصبح لنا كم تصبح لنا ستة وثلاثون متر مكعب هذه هي كمية إذن نقول كمية الماء المتدفقة في المسبح خلال ثلاث ساعات هي ماذا أبنائي هي ستة وثلاثون متر مكعب بهذه البساطة الآن بعدما أكملنا مع كمية وتابعوا قلنا هي ستة وثلاثون نأتي الآن إلى كمية الماء المتبقية في ماذا في الحزان لاحظوا جيدا إذن نقول لاحظوا لماذا لأن هنا قلنا خلال ثلاث ساعات الماء يصبح مازال هنا يصبح بالنقصان هكذا فنتابع جيدا هل قلنا أبنائي نأتي إلى كمية الماء المتبقية في الخزان كذلك إذن نقول هنا كمية الماء المتبقية في الخزان في الخزان خلال ثلاث ساعات لاحظوا ماذا قلنا هنا لو تدققوا لأن الكثير ربما يقول كيف يا أستاذ انظروا هنا جيدا ودققوا معي يا أبنائي سوف تلاحظون الظاهرة بأم أعينكم إذا كانت لاحظوا إذا كان هذا مستوى في هذا المكان يعني الماء كليا أكيد هذا يكون مستوى في هذا المكان الآن خلال ساعة إذا هنا زاد هذا بحجم فهذا أكيد ينقص بماذا ينقص بحجم لا جدال في ذلك معناه كمية الماء التي تنقص من هذا المكان تصبح نفسها كمية الماء التي جاءت في هذا المكان إذن إذن يا أبنائي كيف يمكن أن نحسب كمية الماء المتبقية في هذا أكيد كلكم ربما فهمتم الفكرة كيف يمكن يا أبنائي إذا قلنا أن V الكبير وهي كمية الماء المتبقية في الخزان ويمكن أن نقول V كمية الماء المتبقية في الخزان وهي لا دخل لها في ثلاث ساعات إنما هي الكمية المتبقية ألا يمكن أن نقول هي يا أبنائي تساوي كمية أو سعة كل الخزان سعة كل الخزان التي سميناها لاحظوا جيدا ها هي أمامكم انظروا جيدا نقطة بنقطة ها هي أمامكم انظروا هنا يا أبنائي لاحظوا نتابع إنها إذن تصبح لنا ثلثمائة وستة وسبعون فاصل ثمانية يعني هذه الكلية انظروا جيدا إذن الحجم الكلي ناقص هذا الحجم الذي أشير إليه لأنه هو نفسه هذا نفسه هذا الذي نقصت من هنا جاءت وزادت إلى هذا المكان الذي ألونها كهذا تفهمها فتصبح لنا ناقص ماذا ناقص ستة وثلاثون التي نزلت هذه الكمية التي أشير هنا إليها باللون الأزرق يا أبنائي هي التي نقصت من الحجم الكل للأسطوانة وتصبح تساوي لنا ماذا تصبح لنا ثلثمائة وأربعون فاصل ثمانية متر مكعب بهذه البساطة فقط الآن أبنائي بعدما تحدثنا على كمية الماء المتبقية في الخزان خلال ثلاث ساعات نأتي إلى السؤال الآخر لاحظوا ماذا قال قال نفرض أن الخزان مملوء يعني نسي السؤال إذن هذه الأسئلة الأولى الأول لاحظوا الثاني والأول لم يصبح لهم علاقة مع السؤال الآخر إلا ربما كلمة واحدة نفرض أن الخزان مملوء سعاته كم إذن ها هو الخزان يملوء انظروا جيدا يعني يكون الخزان ليس هنا يكون مملوء في هذا المكان هذا الشرط الأول لما يكون مملوء كم حجمه يصبح لنا ثلثمائة وأربعة عشر متر مكعب هذا هو حجم الماء الذي يكون فيه والمسبح كيف هو فارغا يعني فارغا يعني ليس يكون فيه مستوى معين إنما فارغ لا قطرة فيه هكذا ستتفهم الظاهرة الآن قد نسمي كمية الماء أفلي إكس كمية الماء المتبقية في الخزان وجيل إكس كمية الماء المتدفقة في المسبح بالمتر المكعب بعد مرور إكس ساعة أوجد العبارة جيلي إكس إذن نقول لاحظوا جيدا إيجاد إيجاد أفوا إيجاد لاحظوا العبارة العبارة جيلي إكس لاحظوا جيدا وانظروا جيدا أولا قبل أن نجدها أبنائي علينا أن نشرح هنا في الشكل قلنا أن الجيلي إكس هي كمية الماء التي تريد في ماذا في المسبح لاحظوا جيدا إذا كانت كمية الماء هنا تريدها كذا هي تزيد يا أبنائي بما أنها جاءت إذا جاءت أي شيء جاء إلى هنا وأصبح هنا أولا سوف يعبر عبر هذا القناة إلى هذا المكان لكن لا ننسى كل ما ينزل إلى المسبح يأتي من أين منبعه من الخزان إذا نقس أي قطرة من الخزان تكون في المسبح هذا الأمر الأول لكن عندنا كذلك كلمة أخرى ربما نسيناها لاحظوا قال تدفق الماء في المسبح هو 12 متر مكعب في الساعة وهنا قال بالمتر مكعب بعد مرور إكس ساعة إذن هنا إكس إلى ماذا يدل إلى المتغير اللي هو الزمن إذن كيف نقول يا أبنائي بكل بساطة في كمية الماء التي تكون هنا في المسبح مباشرة نقول جيل إكس تساوي كم تساوي لنا كمية التدفق وهي 12 إذن أول كلمة نكتب هنا 12 12 في الساعة لكن هو لم يقول 12 لكن في الساعة إنما في إكس ساعة في إكس معناه نكتب هنا في إكس هذه هي عبارة ماذا يا أبنائي عبارة جيل إكس لاحظوا هنا وأعيد 12 متر مكعب في الساعة لكن هنا قال في إكس ساعة يعني ننزع هذه كلمة الأش وننضع بمكانها إكس يعني لساعات لا نعلم عددها إذن تصبح العبارة الجيل إكس تصبح لنا جيل إكس تساوي 12 ماذا في المتغير وهو إكس هذه ماذا هذه عبارة الجيل إكس بعدما أكملنا مع عبارة جيل إكس سوف نتابع أبنائي إلى العبارة الثانية اللي هي عبارة الآف إكس والسؤال ترح بالصيغة بالصيغة استنتاج استنتج معناه استنتاج العبارة ما هي العبارة أبنائي العبارة اللي هي آف لإكس وأكيد هنا يكون بدلالة إكس إذن يمكن أن نضيف هنا بدلالة إكس نتابع جيدا نتابع أولا أبنائي وقال السؤال استنتج معناه لا تتعب عقلك كثير انظروا جيدا سوف نأتيكم هنا إلى الشكل وانظروا واستنتجوها بأم أعينيكم انظروا جيدا أولا عندنا تخيلوا إذا كان انظروا إذا كان هذا فارغا هذا يكون مملوءا لاحظوا ما معنى مملوء يا أبنائي معنى ثلثمائة واربعة عشر متر مكعب تخيلوا لو ينقص هذا بشيء انظروا جيدا إذا نقص هذا بشيء هذا زاد بتلك الشيء انظروا جيدا إذا لو تدققوا نحن قلنا أن جيل إكس ها هي الجيل إكس انظروا جيدا تابعوا ها هي عبارة الجيل إكس بدلات إكس اللي هي المتعلقة بمن متعلقة بالمسبح هذه جيل دلتها جيل إذا زاد هنا شيئا ماذا يحدث ينقص من هذا إذا لاحظوا دقيقوا معي أبنائي إذا كانت دلت لهذا هي لأفل إكس إن هذا يزيد هذا أصبح يزيد هذا ماذا أصبح يحدث له ينقص تنقص الكمية هذا ينقص وهذا يزيد ألا يمكن أن نقول آف لإكس تساوي أولا الحجم الكل كم ثلثمائة وأربعة عشر إذا نكتب هنا ثلثمائة وأربعة عشر ناقص لماذا ناقص كل شيء جاء إلى هذا المسبح جاء إلى هذا المسبح بالدال جيل إكس أخذ من ماذا أخذ من المسبح الذي حجمه وهو مملوء لهي كمية الماء لهو ثلثمائة أو أربعة عشر معنا تصبح لنا ناقص جيل إكس وهي كم ناقص جيل إكس ها هي قيمته ناقص إثنى عشر ماذا أبني إكس هذه هي عبارة الدال ماذا الدال أفلي إكس أعيد دالة يعني مثل ما نقول دالة تشرب من دال إذا شربت من هنا هذه تصبح تنقص من ينقصها ينقصها هذا المسبح معناها سوف أعطيكم مثال إذا كانت كمية الماء هنا الموجودة في هذا المسبح ثلثمائة وأربعة عشر متر مكعب كم تبقى لنا كمية هنا يبقى لنا ولا قطرة يبقى لنا صفر لماذا لأن ما نقص ما جاء إلى المسبح أخذ من الخزان تصبح دالتنا هذه التي تظهر هنا أمامكم أبنائي اللي هي الدالة لاحظوا سوف أعطيكم عبارتها إذن ها هي الدالة الأولى والعبارة الثانية اللي هي F لها عبارة الدالة ال-F بهذه البساطة المطلقة فقط يا أبنائي الآن أبنائي نأتي إلى السؤال الآخر قال نعتبر الدالتين F و J لو نلاحظ جيدا F لـ X تسوي لنا 314 ناقص 12 X أما G لـ X تسوي لنا 12 X لو تتذكرون أليس هما تلك الدالتين التي استخرجنا عبارتها من قبل نعم هذا الأمر قال قال أرسم التمثيل البياني لكل من F و G في معلم المتعمد والمتجنس أعطيت لنا هنا شرط قال يأخذ 1 سنتيمتر يمثل 4 ساعات على محور الفواصل يعني هكذا لو قلنا هكذا ناقص قلنا هذا هو الوحدة قال هذا يمثل لنا من هنا 4 ساعات وعلى محور التراتيب يمثل 50 سنتيمتر مكعب لاحظوا هنا جيدا ها هو المعلم أمامكم لاحظوا وها هم كل 1 سنتيمتر كما تلاحظون هنا كل 1 سنتيمتر يسوي إلا أن قمنا بالتكبير فقط إذن ها هو 1 سنتيمتر إذن هنا وهنا هنا عندنا ماذا هنا على محور الفواصل قلنا ماذا على محور الفواصل سميناها ماذا سميناها الساعات نعطيب هنا الساعات ونرمز لها ب H وعندنا على محور التراتيب عندنا لاحظوا جيدا كمية أو السعة لاحظوا جيدا يا أبنائي الكمية بالمتر A المكعب قال لاحظوا جيدا هنا دائما يا أبنائي لرسم هذه علينا بالاستعانة بالجدول المساعد ماذا تقول الجدول المساعد أول قيمة نعطيها لها لأن هذه دالة تآلفية يجب لها على الأقل نقطتان أما الدالة الخطية فتحتاج نقطة والمبدأ دائما هي تمر على هذا المبدأ هنا لو أكيد سوف تطينا هذا القيمة وننطلق في عملية الرسم إذن عندنا قلنا النقطة الأولى يا أبنائي لاحظوا السفر مع 314 314 معناه يكون على محور التمثيل هنا على محور الترتيب انظروا هكذا تكون هنا 314 في هذا الموضع انظروا جيدا لاحظوا يا أبنائي كيف تتم العملية إذن 314 سوف نترك لها المكان بالتقريب في هذا المكان وعندنا كذلك ثمانية مع ماذا ثمانية ها هي ثمانية مع ماذا مع مئتان وثمانية عشر لو نلاحظ هنا أبنائي سوف تكون في هذا الموضع الذي الذي أريكم إياه هنا ثم ما علينا إلا التوصيل بين هذين الخطين بين النقطتين بالمسطرة فقط لاحظوا جيدا تابعوا تابعوا نقطة بنقطة هكذا يا أبنائي نكمل هكذا بالمسطرة فقط ويمكن هنا أن نكتب أو نسمي جي لإكس إذن آف لإكس إذن هنا عندنا آف لإكس ويمكن حتى أن نكتب عبارتها وهي ثلث مائة واربعة عشر ناقص إثنى عشر إكس نأتي الآن إلى الدالة الأخرى وهي الدالة الخطية وهي جي لإكس يمكن أن نعوذ بالصفر أول قيمة وهي الصفر هنا صفر فتطعكم صفر فإذن أول نقطة هي المبدأ في هذا المكان ثم نعطي القيمة الثانية يا أبناء اللي يعطينا لها عشرون فأصبحت تعطينا مائتان واربعون معناه لو نأتي نلاحظها في هذا الموضع يعني في هذه النقطة يا أبنائي ويمكن لنا الوصل ما بين المبدأ وتلك النقطة التي وجدناها إذن بهذه البساطة المطلقة لاحظوا هنا أبنائي هكذا كما أشير فقط لاحظوا هكذا ونكتب هنا ماذا نكتب جيلي جيلي X تساوي كم تساوي لنا 12X بهذه إذن تابعوا جيدا أبنائي هل تنكتبها بخط واضح إذن قلت نكتب جيلي X تساوي لنا 12X فقط الآن أبنائي بعدما اكملنا مع هذا السؤال نأتي إلى سؤال الآخر قال أوجد الوقت المستغرق لملئي المسبح وكلمة الوقت نحن قلنا معناه الوقت يمثل هو X يعني وكأنما أوجد X لملئي أو عدد ساعات لملئي المسبح هنا أبناء أولا قلنا تدفق تحدثنا عليه وهو 12 متر مكعب في الساعة وعندنا حجم ماذا حجم المسبح حجم المسبح قلنا أنه تذكروا أنه 240 متر مكعب إذن ماذا يريد إذن نقول هنا إيجاد ماذا الوقت المستغرق لملئ المسبح يعني عندنا تلك المسبح التي لاحظنا من قبل ما هي الوقت الذي يلائمه لملئه إلى أقصح ماذا نقول نقول نحل المعادلة ما هي المعادلة أبناء جيل إكس نجعلها تساوي لنا حجم تلك المسبح إذا كانت تساوي 240 يعني يكون ممتلئ يعني تساوي 240 والآن يا أبناء نقوم بحل المعادلة الجيل إكس نحن نملك قيمتها هي 12 إكس تساوي 240 ومنه إكس يساوي 240 بما أن هنا أبناء الـ 12 مضروبة فنقول على على 12 وتصبح لنا إكس تساوي لنا ماذا 20 ساعة قلت 20 ساعة هي الكافية لملء يا أبناء إذا نقول هنا 20 ساعة إذا نقول مدة المدة المستغرقة لملء الخزان لملء المسبح عفوا نعتذر لملء المسبح هي 20 ساعة فقط ويمكن كذلك هنا يا أبناء أن نلاحظ ذلك هنا على البيان انظروا جيدا إذا قلنا هنا المئتان وأربعون التي تحدثنا عليها هنا بالتقريب ها هي سوف أريكم ها هي بالتقريب عفوا هي تاني وأربعون سوف تكون هنا بالتقريب تكون مع ماذا مع 20 ها هي العشرون أمامكم وقد أثبتت بيانيا أنها صحيحة بالتقريب يعني الآن وها هي العشرون الساعة ربما تقول أين هي ها هي العشرون الساعة الآن بعدما اكملنا مع هذا السؤال يا أبناء جاء السؤال الذي جاء بعده نتابع قال حل المعادلة ها هو السؤال حل المعادلة أفلي إكس تساوي جيلي إكس إذن نقول حل المعادلة ما هي المعادلة أبني أفلي إكس تساوي جيلي إكس نحن نملك عبارة الأفلي إكس التي هي 314 ناقص 12 إكس نجعلها تساوي إكس 12 يمكن أن ننقل هذا إلى هنا وننقل هذا إلى هنا فتصبح لنا ناقص 12 إكس وهذا لما ينقل إلى هنا يغير إشارة ناقص 12 إكس تساوي وهذا ينقل إلى هذه الجهة تصبح ناقص 314 نتابع هنا أبنائي فعندنا تصبح ناقص 12 ونقص 12 بما أنه عدد سالف يجبع مع أخيه تصبح ناقص 24 إكس تساوي ناقص 314 14 تصبح لنا إكس يساوي هذا ينقل إلى المقال تصبح ناقص 314 على ناقص 24 الناقص مع الناقص يذهب تصبح لنا إكس كم يا أبنائي تصبح لنا تساوي لنا الآن الحاسبة سوف أعطي لكم 13 ماذا 13 هنا يمكن حتى نقول قيس هي 13 ساعة الآن كيف نفسر ثم قال بعدما وجدنا هذا الأمر قال ماذا يمثل حل المعادلة لهي هذه المعادلة هنا يا أبنائي حتى هنا في الشكل لو نلاحظ جاجليا ها هو عندنا هنا في الشكل يظهر إذن 13 في هذا المكان ولاحظوا إلى هنا لهي نقطة تقاطع الملح تقاطع الدلة التألفية مع الدلة الخطية هنا في هذا المكان يا أبنائي في رأيكم ماذا يمثل هذا هنا نقول يمثل إذن نقول يمثل حل المعادلة F لإكس يساوي جي لإكس ماذا يمثل أبنائي يمثل كمية إذن نتابع جيدا أبنائي إذن لهي نقول 13 ساعة تمثل ماذا أبنائي تمثل عدد الساعات لأن وجدنا إكس وجدنا هنا الإكس لماعناه يمثل عدد الساعات التي التي تتساوى فيها كمية الماء التي تكون في المسبح وكمية الماء المتبقية المتبقية في الخزان هذا هو الشرط يعني تساوي 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 فيها الكميتان ما بقي في المسبح يساوي ما بقي في الخزان يساوي ما ما دفق في المسبح كما أشير هنا أمامكم لاحظوا جيدا هنا في الشكل يمكن التوضيح ذلك معناه تساوي الكميتان كيف نفسر إذن لاحظوا إذا كانت مثلا هنا التي نزلت والتي بقيت انظروا جيدا لاحظوا هنا يا أمناي نقطة بلقطة هاه يا أمامكم بحيث عند الـ X يساوي 13 ساعة تكون هذه الكمية وهذه الكمية التي موجودة في المسبح كيف هما متساويتان ليس الكمية التي ذهبت لا التي بقيت بهذه البساطة المطلقة أمناي قد أنهينا هذا التمرير وفي الأخير لا تنسوا بالدعاء لنا بالصحة والعافية كي نبقى معكم لنواصل دائما مع جديدنا وزوروا صفحتين التي هي صفحة الفيسبوك للأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار ودمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته